كسب القلوب مقدم على كسب المواقف كسب القلوب مقدم حتى دينياً وعقيدةً مقدم على كسب المواقف بما أنه يعني إن لم يعفقك يبقى حافظ على أخوته وهي مقدمة على قليثاً يقتنع بما أنت فيه أول من طلق إصلاح الأمة هو الشعور بالأخوة الإيمانية والبعد كل البعد عن أي نوع من نوع التعصب كل الذي تراه غالباً داؤه وسببه وعلته التعصب كل تراه أبداً لو رأيت كله وفتشت كل ما تراه من تغريدات ومرض أبداً منطلق التعصب منطلق الهواء إلا من رحم الله بمعنى الألعام المحر لأنه لا يرى الحق إلا عند فئته أو جماعته حتى ولو كان الحق معك احفظ حق أخيك كيف تحفظ أخيك؟ أنا إذا صدق إذا صدق يعني النوايا وصفة القلوب أنت من حقك أن تعتقد أنك على الحق بل هذا هو مطلوب لكن أن تعتقد أن صاحبك على الباطل هذا هو الذي يحتاج أن تنظر فيه لماذا؟ لأن خك يرى أنه هو الحق إذا انقدر رأيه لكن لا تتبعه لكن لا يلزمه أن يتبعك هذا منطلق أنت على الحق من حقك ترى أن هذا هو الصح؟ هذا حقك وعمل به لكن أن تلزم الآخرين به لا نعم تحاورهم تناقشهم إن قنعوا الحمد لله وإلا يقنعوا من حقهم ألا يقنعوا كما أن من حقك ألا تقتنع برأي أخيك لو كان المسلمون لهذه منطلقاتهم ما كانت مشكلة مشكلة تتعصب أنا على الحق يعني أنت على الباطل أنا على الحق أنت لا تريل الحق من قال هذا؟ نعم نتناقش ونتحاور إن وصلنا إلى نقطة التقال الحمد لله وإلا الأخوة باقية وبقاء الخوة أهم من الإقناع وهذه قضية كبيرة يعني يعملوها حتى في الحج كسب القلوب مقدم على كسب المواقف كسب القلوب مقدم حتى دينيا وعقيدة مقدم على كسب المواقف بما أن يعني إن لم يوفقك يبقى حافظ على أخوته وهي مقدمة على قليل يقتنع بما أنت فيه ووحدة القلوب أيضا مقدمة على وحدة الأراء هذه منطلقات الأخوة وهذه منطلقات الاجتماع فأنت في هذا الحج في هذا الموسم سوف تلتقي بإخوانا في زيحام في رمي الجيمار كما قلنا عند الحج في المواقف في الزيحام على أماكن الزيحام على مياه الزيحام على أشياء هذه كلها يبقى أن أن تحافظ على أخوة تحافظ على عبادتك ودينك ثم على حق الأخيك لو كان هذا هو متشر ما رأيت هذا حال الأمة على ما يعلم ولهذا من عندي أنفسكم ترجمة نانسي قنقر